ازاكم يا شباب عامليني النهاردة يا رب تكونوا بخير. انا عايز في الفيديو ده هو بس يعني اوريكم بتاعت المصل بشكل ثري دي اكتر علشان تابعوا متخيلينها معايا. اه يعني هي رسمة لطيفة كده ناخدها واحدة واحدة. بداية القصة بتاعتنا بتبتدي طبعا عند مين عند عمنا البون. واتاخدها حاجة منطقية جدا علشان المصل لازم تعمل مع البون علشان هدف المصل في بتاعتها ان هي هتحرك لي بون. اوكي? وبالتالي زي ما تشايفة هو ده هو بنسبالي البون البون معايا بالمصل. طب ما بين المصل والبون ده هو بنسميه ايه? في عندي مجموعة حاجة بنسميه اللي هو بنسميه التندن. اوكي? وكلام دوت احنا عرفناه في لسون وان. يبقى زي ما تشايفة اهو بون ومصل ما بينهم بنسميه التندن. اوكي? طيب. تعال نبص كده مع بعض شوية. هنلاقي المصل لو حبينا ان احنا نقطعها بالنص هتلاقي ان في مجموعة من الدوائر جوة. المجموعة من الدوائر جوة ده اللي احنا اخدناها وبنسميها ايه? اللي احنا بنسميها المصل وبالتالي المصل الوحدة عندي بتتكون من زي ما انت شايفة اهو. تمام? والمصل ده هات بتتكون من ايه? لو حبينا ان احنا نطلع مصل واحدة اول حاجة هنلاقي طبعا ان ها متغلفة بممبرين ده هوت بنسميه البندن ممبرين او بنسميه يبقى انا عندي مصل جواها المصل بتتغلف بحاجة بنسميها طيب لما نيجي نطلع المصل بندل زي ما انت شايفة هوا هتلاقي مجموعة من الدوائر تانية المجموعة من الدوائر تانية ده هات بنسميها ايه? بنسميها المصل او المصل فايبرز. تمام? واول حاجة عايزة تلاحزها ان انت لو جيت ركزت هتلاقي ان هي شايف مخططة ازاي? مخططة. دي حاجة مميزة جدا. ولو تيجي تبص برا هتلاقي ان هي حواليها مجموعة من النقط النقط ده هات اللي احنا بنسميها اوكي? زي ما انت شايفة هوا المصل في المقطع ده هو انت شايف بتاع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة نوكلياي. اوكي? فزي ما انت شايف اهه او المسل ملتي نوكلياتد. تمام? كده سريعا المسل جواها المسل بتخرج متحوطة بمسل بحاجة ما تسميها جوا المسل الوحدة جواها مجموعة من المسل فايبرز او المسل اللي هي حواليها طبعا متغلفة بشيت او متغلفة بممبرين بنسميه الساركو لما وجوه وجوه موجود طبعا السايتو بلازم بتاعي اللي احنا بنسميه الساركو بلازم. تمام? طيب. جوه الجوه معلش انا اسف الرسمة تغيرت. جوه المسل الفايبر الوحدة بيكون عندي مجموعة اللي هي بنسميها من الف لالفين مايوفايبرل. تمام? والمايوفايبرل ده هيت انا قلت لك اللي هي ايه? تصغير لمايوفايبر. المسل فايبر. انا عندي ماسل فايبر دي الكبير الراجل الكبير والزيغنون بتاعي بنسميه المايوفايبرل. فايبرل سوغانون. لو جيت انت ركست طبعا هتلاقي ان اول حاجة انت تشايفها هنا ايه اهي دي زي ما انت شايف اهو مجموعة من المايوفايبرل. اوكي المايوفايبرل ده هيت زي ما انت شايف اهي. طيب اللي احنا اخدناه تعالى ناخده بعناتهم شوية لو جيت ركست شوية. في هنا خط. الخط ده هوت بنسميه ايه? بنسميه الزد. تمام? شايف انت شابه الزد. اللي انت لازم اول ما تشوف رسمة تحدده على طول. وفي خطة هنا تاني في النص اللي احنا سميناه تمام? في حاجة بالنص ده هيت بنسميها ايه? ده هيت بنسميها اه بنسميها وفي خطوط رفايعة كده اللي احنا بنسميها تمام? من هنا انت تقدر تحدد زي ما انت شايفة اهو اللي انا دوست عليه دلوقتي ده الساركومير. ليه الساركومير? لانه هو ما بين اتنين سايفة? هوا الزيجزاج ده هوا تمام? طيب. نقدر من هنا نطلع البنز بتاعتنا على فكرة. يعني نتركز كده شوية اهو موجود هنا في النص تمام? في الاصفر دهوت في حدود الاصفر دهوت بنسميه وهنا ما بين كل اه ما بين في الجزء اللي قطعه دهوت بنسميه او تمام? زي ما انت شايفة اهو هو اساسا ميطلع لك المايوسين والاكتين فيلمنتز المايوسين هي الفيلمنتز اللونها اصفر تمام? وعندي الاكتين فيلمنتز اللي هي ده هي. ليه شكلها كده? ان شاء الله دهوت هناخده بعد كده لما ندرس ايه? تمام? لو جيت ركست شوية هتلاقينا فيه آآ بلالين كبيرة دي مش نوكلياي دي في الواقع وانا قلت لك جزء دهوت مهم جدا لان الميتوكوندريا هتطلع لي بعد كده اللي انا هستفيد منها في ما احنا هنعرف ان المصل دي عملية محتاجة طاقة. طيب انا عشان اطلع الطاقة دهيت هتطلعها ازاي? عشان اطلع الطاقة دهيت محتاج ميتوكوندريا. اوكي? فده بيجاز كده سريعا بتاع المصل زي ما انت شايفة اهو جواه باندلز بتطلع لي بتكون لي المصل سيلز او المصل فايبرز متحوطة تمام? بعد كده هتلاقي ان انا عندي المايو فايبرز من الف لالفين مايو فايبرز واخدنا كل حاجة فيها من اول اكتين فيلمنتز واخدنا باقي كلها. هتمنى تكون كده استفدت معايا معلش راس ما بتبعد تاني. تماما تكون كده استفدت معايا وابدني اكيد سهل او لزيز وفهمت سريعا. وشكرا لكم جميعا و الى اللقاء. اشتركوا في القناة.